هذا يحتاج إلى تصحي العراف لأن العراف منها ما هي عراف فاسدة والسبب هو سكوت الناس عنه وسكوت أهل علم والناس العامة الذين هم متنورون ويحضرون هذه الدروس في المسائل ويعرفوها الأحكام أنهم يسكتون على ذلك المنكر إذا سكت عنه الناس اعتادوه وألفوه ويصعب تغييره ولكن إذا كان بيّنوه للناس وينبغي كما قلت أن يبين للناس عندما يمتن أحداً مصافحاً أن يبين لأن أي شيء يتعلق بالأحكام الشرعية الناس ربما يتوجسون منه خيفة وأمراً لا يجل السكوت عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلق المسجد ومعه وحد زوجاته وكان ظلاماً وبعض الصحابة اختفى وجرى وكالاً قال لم على رسلكم إنها صفية إن الشيطان يجي من أحدكم مجرى الدم فلينبغي التبيير للناس عندما يمتعني أحد من المصافحاً يقول لهذا ليس تكبراً وليس هذا والله نحن نحبكم ونحن نتودد لكم ونحن أنتم خير مننا ولكن نريد أن نطيع الله ولا نعصيه لأن هذا نفعله معصي والله عز وجل يعذبنا عليه فنريد أن نحفظكم ونحفظ حرماتكم وليس هذا فيه شيء من التعنت ولا التشدد ولا التطرخ فإنما هو طاعة لهم الله سبحانه وتعالى وطاع لرسوله فعندما يبين هذا في المرة والثانية والثائرة والرابعة الناس يتألفون الصح ويتركون الباطل ويتركون المنكر ليتعودوه أما السكوت عنه فهو الذي يجعله كبير وإذا امتنى أحد يقمون الدنيا عليه ولا يقعدونها